أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير توجهاته للهيئة العامة للطرق والكباري بضرورة إجراء التنصيق اللازم مع وزارة الداخلية وتفعيل الضبطية القضائية والدوريات الأمنية للحد من السراكات لأجزاء الكباري والأسوار المعدنية والعلامات الإرشادية في بيان للوزارة بشأن ما تم نشره وتدوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص حدوث كسر لجزء الرابط بين العوامة وكبري سمنود على النيل ما أدى إلى انفصالها بعيدا عن الكبري حيث أوضحت الوزارة أن المختصين بالهيئة العامة للطرق والكباري قاموا بمعينة وفحص حالة كبري سمنود الملاحي على فرع ضميات والعوامة الخاصة به والتي تستخدم وتستخدم كدليل للإبحار وحماية ودعامات للكبري مضيفة أنه تم تكليف شركة متخصصة لعمل معينة وفحص لحالة الكبري بالكامل والبدء الفوري في إعادة تصنيع الأجزاء المفقودة لعمل الصيانة اللازمة والشاملة للكبري في غضون ذلك صرح مصدر أمني بأن وزارة الداخلية لم تتلقى أي اختارات أو بلاغات من أي جهة أو مواطن بشأن تلك الواقعة وجار الفحص ترجمة نانسي قنقر